اشتركوا في القناة صحة وسعادة ورحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء طبعا مثل ما أنتم متعودين من بدين رمضان ونحن عندنا كل يوم سؤال مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي السؤال الحلقة اليوم يقول سجل مريض السكر للفحص في تطبيق حياتي يتم حفظه لمدة يوم لمدة أسبوع لمدة شهر أو كل ما سبق يمكنكم إرسال الإجابة السليمة على الرقم 4006 مع الاسم الثلاث يلا يخليكم فأشواء كم جهاز ما نسحب اليوم جهازين خلاص نسحب جهازين اليوم أثنين نفازين معنا وإليكم السلام ورحمة الله وبركاته فنسحب جهازين نعيد السؤال سجل مريض السكري للفحص في تطبيق حياتي يتم حفظه لمدة يوم لمدة أسبوع لمدة شهر كل ما سبق فالإجابة مع الاسم الثلاثة على 4006 أيضا مستمعين اليوم كذلك ما نطرح موضوع جدا مهم وشيق صح أن نتأخرنا فيه شوية لكن يعني أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل فحياكم الله معنا أيضا أحب في بداية هذه الحلقة أرحب كذلك حين أنت مش ضيفة أنت زنينة دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هذه الصحبة في دبي حياة الله معنا حياك محمود وأيضا أتشرف كذلك بتواجد دكتورة مريم السادة خصائي أمراض الأطفال بمستشفى دبي اللي نطرح موضوع اليوم وهو صيام الأطفال حياة الله معنا دكتورة الله يحيييه إذن مستمعين اللي حاب يتداخل معنا خلال هذه الساعة الإذاعية ممكن أن يتصل على الرقم 600551414 المجال مفتوح أمامكم لتوجيه الأسئلة والاستفسارات للأطباء اللي موجودين معنا دكتورة خلينا نبدأ سامحيني دكتورة وفاة أنا ببدأ مع دكتورة مريم دكتورة خلينا نبدأ يعني الحوار مع يا ترى ما هو السن المناسب لتعويض الطفل على الصيام في رأيك أو علميا شو اللي مفروض نسوي يعني نحن سمعنا أنا ما نتذكر نص الحديث وما أبغي أذكر أحاديث أو آيات قرآنية لكن فيها معنى أن نعلم الطفل في السبع ونشد عليه أو نضربه في العشر نضرب عادل إسمع حين تكفيخ هو أكثر يعني بيكون حق الصلاة يعني بنشمل هذا الحديث لكن الصيام كيف؟ بس بالنسبة للصيام بعد في من العلماء قالوا من سبع سنين بس يستحسن على سن عشر سنين علميا شو؟ علميا يعني من نسباكم أنتو كالطباء شو اللي تشوفونه؟ هو على حسب الطفل الصلاة يعني إذا هو حاب يعني وايد متشجع أن يصوم يعني لو مثلا من سن سبع سنين ثمانة سنين بس هو يستحسن أن يكون الصيام بالتدرج يعني يعني نبتدي بساعات أول ساعات محدودة يعني ثلاثة أربع ساعات كذيها وبعدين يعني من فترة الصباحية لفترة الظهر يتغدى يعني بس أنه ما نسمي وجبة الغداء كغداء نسميها فطور يعني في من الدول العربي يسمونه صيام العصافير نعم فهي من دول يسون بالنسبة للأطفال لإفطار جماعي يعني على الساس من باب تشجيع الطفل يعني على الصيام جميل جميل طيب الآن المخاطر والنتائج السلبية المحتملة لصيام الأطفال غير القادرين على ذلك شو هي المخاطر الممكن تترتب على هذه المسألة هذا ما بيكون فيه مخاطر يعني جسيمة يعني على الطفل يعني إذا كانت يعني صحت زينة بنيت زينة يعني وقادر أن يصوم يعني فما بيكون فيه أي مخاطر لكن إذا مثلا ممكن جفاف بسيط يعني بس هذا ممكن نداركه بعد فترة الصيام يعني أن نركز لنعطي الطفل سوائل يعني ويعني نأكد على التقضية السليمة يعني في حق وجبة الفطور والسحور بعد وجبة السحور وايد مهمة يعني بالنسبة للطفل بالضب لازم يعني ما نخلي الطفل يصوم إذا ما تسح صح فلازم يعني نأكد على وجبة السحور يعني أبغي أسأل دكتورة وفايا ترى شو هي الأنسب الأغذية اللي ممكن تتوفر للأطفال على وجبتين الأفطار والسحور خيرنا نمتدي بالفطور أول شيء أكد بأكد ترحيبي دكتورة مارين السادة وبأكد كلامها بأنه إذا البنية سليمة ما حيكون عنه خوف ولكن الأهم وجبة السحور لأنه وجبة السحور هي اللي بيتخلي الطفل يقدر يستمر بالصيام وهون بنركز على نوعية الأكل اللي بينعطى للطفل بحيث أنه يكون الهضم طبعه طويل المدى مؤشر السكر طبعه بطيء في الفعل على الجسم وبالتالي بياخد وقت في عملية الهضم ما بيحس بالجوع يعني مثلا لما بدك تقول من أحد أفضل الأشياء اللي ممكن ياخد الطفل على السحور الفول لأنه بياخد وقت بذات إذا أنت عططيه مع خبز نخالة مع خبز كامل الحبوب بياخد وقت في عملية الهضم بياخد وقت في عملية التأثير على السكر ما بيحس بالجوع الطفل وهذا اللي احنا تكلمنا عنه قبل هيك حتى للبالغين إذا هم ما بدهم يحسوا لأن الفترة كتير طويلة عندك فترة أكثر من 15 ساعة صحصية فإحنا بالتالي لما احنا بدنا نركز على نوع الأكل اللي بده ياخد الطفل بدي أأكد أنه بده يسحى أقرب شيء لأدان الفجر لوقت الإمساك خلينا نقول ويكون الوجبة وجبة يعني يجلس وياخد صلاطة ياخد أكل ياخد مثلا القمر الدين وتكلمنا له بحسسه بعدم العطش ياخد كركدي ياخد إشي تحسسه باليح مثلا يعني البطيخ أو البطيخ الأحمر أو اليح من أحلى العصائر الممكن تعطي منع الجفاف للطفل وهذا اللي تكلمت عنه دكتور مريم أنه ما يحس بالجفاف وبالتالي أنا بدي أأكد أنه كمان خلال من وقت الإفطال لوقت الإسحور أنا عم بعطي الفواكه عم بعطي الإخيار عم بعطي الخس اللي بتساعد على تفعيل عدم الجفاف جميل طيب دكتور مريم يعني في بعض العائلات دائما ما تكون حريصة جدا على أن الأطفال يعودونهم على الصيام وهم صغار يعني يعودونهم على الصيام وهم صغار يا ترى هنا ما هو دور الأهل من حيث مراقبة الأطفال أثناء الصيام شو اللي لازم يسوونه الأهل على أساس أنه يتأكدون أن الطفل الصيام صحي وما يعني ما يستدعي الموضوع أني أنا أوقف الطفل عن الصيام هو دورهم يعني أساسي ودورهم ويد مهم الأهل لأنهم الأساسي يعني هم القدوة يعني للطفل ومن ناحية أنهم اللي بيتكفلون بتعليم الطفل يعني الأساسيات سواء الدينية أو الصحية وشذيها يعني فهم اللي بيبتدون مع الطفل يعني هم يعني خاصة لهم يعني هي اللي بتكون هي اللي تحدد للطفل هل هو قادر على الصيام ولا مش قادر على الصيام يعني فهل الأساس يعني بتأيدي دكتور مريم أنه الطفل مقلد بطبعه أي فإذا الأب والأم التزموا وكانوا بيفطروا بيتسحروا يعني مش أنا أحط الطفل يتسحر وأنا أروح أنا مثلا فالطفل بقولك إذا ما الوالد والوالدة ما يتسحرون أنا ما بتسحر يعني مش مهم وبالتالي هذا يقدر صحة الطفل ومثال غير صحي صح أو لا؟ أنا سؤالة بس خلينا أشرح شوي بشكل ثاني دكتورة أن الأمور الصحية كيف الأم ممكن تعرف أن الطفل الآن الصيام صار خطر على صحتي؟ هذا هو السؤال يعني شو العلامات اللي تعطيني شاسمه أني أنا لازم أوقف الطفل عن الصيام يعني مثلا أهم شي هو لازم نتبه لنشاط الطفل عموما كيف يكون هل هو يعني خامل هادي عادة طفل يحب يلعب يعني فالأم بتلاحظ الطفل هل هو يعني طبيعته أو لا يعني فمن حالة يعني إذا شافته هو مبقادر يعني علامات الجفاف بانت عليه من ناحية أنه لسانه يعني شفايف ناشفين عيون شوية غايصة فهذا يعني معناه أنه مش مبقادر أني يكمل ويستحسن أن نفطر الطفل في هالحالة يعني على الأساس ما ما تطور حالته أكثر من شديد والله نحن يمكننا صغار دكتورة كنا نصوم نزيل غصبا عنه بالضرب فوق هذا يعني شو ما تمثلي إن شنتي تعبانة لا بس تعبان تعبان يعني بين لون البشرة أصفر زي ما تفضلت دكتورة مريم العيون شاحبة غير الجوة يعني ببين عليه نزيل عموم أنا بكمل الحوار معاكم بس بطلع فاصل قبل الفاصل بس أذكر المستمعين بسؤال حلقتنا اليوم سؤال الحلقة يقول سجل المريض السكري للفحص في تطبيق حياتي يتم حفظه لمدة يوم لمدة أسبوع لمدة شهر كل ما سبق يمكنكم رسال الإجابة على الرقم أربع صفر صفر ستة فيه عندنا سؤال يقول اللهم شافي الجميع إن شاء الله ورمضان كريم عليكم أنا ما في مرض السكر كيف عرف الإجابة على السؤال مشكورين ونزاكم الله كل خير أخوكم بعمر بعمر يعني الله يشافيك ويعافيك ويعافي الجميع ويبعد كل الأمراض عن الجميع إن شاء الله ممكن تنزل التطبيق حياتي وتستفيد من هذا التطبيق وتعرف على ما فيه فيني أعلق بحمود على الخاصية هاي بعد الفاصل خلينا طلع فاصلة ميتة تعصب ترى أنت ما شفتي ميتة متعصب كله ولا ميتة ولا تعصب ولا شي عموما فاصل مستمعين وما أرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعينك كرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة قبل أن نكمل في هذا الجزء نذكركم بسؤال الحلقة سؤال الحلقة يقول سجل المريض السكري للفحص في تطبيق حياتي يتم حفظه لمدة يوم لمدة أسبوع لمدة شهر كل ما سبق يمكنكم رسالة الإجابة مع الاسم الثلاثة على الرقم أربعة صفر صفر ستة وأيضا اللي حاب يتداخل معنا خلال الحلقة ممكن أن يتصل على الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وهذه التحية نكررها نضيوفي في الستوديو دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية وأيضا دكتورة مريم السادة خصائي أمراض الأطفال بمستشل بي ومعنى مداخلة من من فايزة تفضل يا فايزة السلام عليكم يا هلا تفضل يا فايزة ما سمعت شو الموضوع أنا ما كنت أسمع أنت تكلمي في الموضوع اللي أنت تحبينا أمري عندك دكتورة أطفال متخصصة ممكن تسأليها أعلى أي شي تخص الأطفال وأيضا في التغذية موجودة دكتورة وفا بعد تفضل يا فايزة لأنه ما عندي وايد وقت ما عليه يلا عموما انقطع الخط ولا أنتو قطعتو اعترفو يلا زين عموما فايزة إذا حابت تسمعينا إذا تسمعينا رحينا حابة تداخلي معنا ممكن تتداخلي معنا في القادم من الوقت دكتورة تحدثنا عن عدة محاور بالنسبة لي صيام الأطفال أنا آسف أنا آسف قبل الفاصل أنت كنت تبغين تتكلمين في تعليق عن التطبيق حياتي سامحيني دكتورة خلنا أخذ تعليق ونسفت أنا آسف كنت بدي أضيف فايزة خربطاتنا الله يهدي ونحن كنت بدي أتكلم أن التطبيق حياتي بفيد الناس اللي عندهم سكر والناس اللي ما عندهم سكر أو عندهم حدا من أصحابهم كذا لو لا قدر الله صار في عنده هبوط في سكر قدام حدا من أصدقاء ممكن يساعدوا ويسعفوا يعني في حلول جميلة ولكن السؤال اللي نحط اليوم بيخدم المريض لو حط التطبيق بيخدم المريض عشان يعرف شو كيف البروفايل تبعه يعني كيف العلاج تبعه هل العلاج صحيح هل هو منتظم في العلاج الدوائي هل هو منتظم في العلاج الغذائي الريكورد أو التسجيل هذا اللي بنحط خلال الفترة اللي موجودة هتخدم المريض في المستقبل وحتى لما يروح عند الطبيب جميل إذن نرجع لموضوع حلقتنا اليوم نحن نتحدث عن صيام الأطفال دكتورة تحدثنا عن الكثير كيفية تعويض الأطفال على الصيام وكل المحاور كانت تصب على الطفل السليم الآن إذا أنا ما بتكلم عن حالات الأطفال الغير سليمة مثلا ما نبتدي مع الطفل اللي يعاني من بعض الأمراض المزمنة على سبيل المثال بما نحن سؤال عن السكري طفل يعاني من السكري هل يتوجب عليه الصيام هل نعوده على الصيام هل ما نخليه صوم شو نسوي فيه هو أولا عموما يعني شرعا وصحيا يعني الطفل السكري ما علي صيام يعني ما في داعي أن يصوم يعني بس إذا مثلا كان بعد صحته زي أنا يعني السكري عنده مستقر وهو الطفل من نفسه متشجع وائد أن يصوم نحن بعد ممكن يعني نساعده ونخليه يصوم يعني بس هو أساسا وأولا يعني أهم شي أنه لازم يكون فيه تنسيق بين الطفل وأهله والطبيب المعالج فعلى أساس أنه ينظم له يعني من ناحية العلاج خاصة الإنسلين يعني جرعات الإنسلين كيف تكون نخففها ممكن يعني تكون بعد الفطور يعني مش خلال الصيام وهذا شيء مهم يعني لأن الإنسلين يشتغل على مستوى السكر في الدم فإذا مثلا الطفل ما تغذى عدل ما أخذ أكله فهذا ينتج عنه نقص السكر في الدم وهذا لحم خاطر بعد يعني ومن ناحية بعد أن الأهل لازم الطبيب يعني يعلم الأهل يعلم الأهل العلامات الخطرة اللي المفروض هو ينتبه عليها ينتبهون عليها وكيف يسعفون الطفل يعني إذا مثلا حسوا أن الطفل بدت عند علامات خفاض السكر منها أنه يكون يعني يعني يسحب لونه يتعرق دقات قلبة تكون سريعة فالحالة لازم نتدارك بسرعة ونعطيه شيء يعني مثل عصير أو سندويتي الصغيرة يعني على الساس أنه نرد يرتفع عند السكر يعني أضيف إذا تسمح لدكتورة مريم أنه تأكيدة على كلامها طبعا ضرورة الفحص نعم للطفل لأنه بتخاف بأي لحظة يترك وينزل وهما نزولهم بذات النوع الأول هذا المعتمد على الأنسلين شوية صعب أرفت فلازم يفحص على طول خصوصا أول كم يوم لا يتأكد أنه هذا الرجيم الدوائي اللي نعطى من قبل الطبيب عادة بينزلوا البيزل للأخير وبيعدلوا الجرعات أنه هل ضبط مع الطفل وما عم بيصير فيه عنده هبوط لأنه نحن نخاف من هبوط أكتر من الارتباع هذا بالنسبة للطفل اللي يعاني من السكر هناك بعض الأمراض الخاصة بأمراض القلب مثلا شو ممكن نقول عن هؤلاء الأطفال هل ينطبق عليها من نفس اللي ينطبق على أطفال السكر ولا غير يعني نعتمد بعد على أدوياتهم متى يأخذونها يعني حالتهم الصحية هل حالتهم الصحية مستقرة هل في مضاعفات إذا مثلا ما تغذب فترة الصيام خاصة يعني يشرب الماء على الأساس أنه ما يدخل فيه جفاف يعني هذا هو أهم شيء يعني جميل مثلا بعد عندنا الأطفال اللي عندهم ربو إذا مثلا صادت أزمة الربو خلال فترة الصيام يعني لا يتجاهل أزمة الربو يعني ويستعف نفسي يعني يأخذ الدواء طب سؤال دكتورة بوكا الطفل في عمر أقل من سنة ما هو أسبابه وشكرا هذا الدكتورة خريم دكتورة هو عادة الموليد يعني أول ما ينولدون وشذيه في هالفترة من فترة دكتورة الله يخلي تعلى المايك بس أنا نسامحيني بس لأنني صوتك ما شاء الله يدوب نسمع هذا خضلي دكتورة المهم هو الطفل يعني المولود يعني أول ما ينولد عادة طبيعة أنه يبكي يعني وهذا شيء طبيعي يعني هذا شيء يطمنا نحنا إذا كان الطفل يبكي لكن إذا مثلا زاد عن حد يعني فهذا يخلي الواحد يعني يرتاب يعني للشيء معين فيستحسن ناخذ الطفل الطبيب يعني يشوفه يبحثه من ناحية أنه في شيء يسمونه في طب الأطفال اللي هو الإنفنتاي الكوليك يعني اللي هو المغص يعني هو يصيد الأطفال من الولادة الليل سن أربع شهور وهو الصراحة يعني الله يعين الأم في الفترة يعني لأن البكاء بيكون شديد وخاصة بالليل وبعدين فهي في إدراءات معين الأم ممكن نسويها يعني لهو المساج البطن تيب ريلا الطفل عند بطن يعني فهذا يساعد يخفف يعني طيب هلكن صحي دكتور على طول يبعتوا على الطبيب لعنتكم لحتى تشوفوه إذا كان مستمر على طول ما عم بيسقط الطفل يستحسن يعني على الساس ما نزغط على الأم بعد يعني طيب دكتور أغلب الحالات اللي تشوفونا في رمضان بالنسبة للأطفال يعني في حالات معينة في شغلات معينة أو رسائل معينة تبغين توجهينها للأم للوالدين خلال يعني هذه الفترة من من العام أو في هذه المناسبة أو بشكل عام النصائح اللي تبغين توجهينها لأولياء الأمور اللي بحظ سلامة أطفالهم الأولياء الأمور والله يعني ما تبغين تقوليهم شي لا شو الحالات اللي تيجي عندك برمضان والله حالات منوعة يعني ما في حالات ثابت اللي تكون بس في رمضان يعني يعني هادي في رمضان في لها خصوصية ولا هي هي تقريبا هي هي ما لها خصوصية يعني بس بالنسبة للصيام يعني الأهل لازم مثلا ما قلنا يكونوا قدوة الأهل الأطفال هم يعني نحتم تغذية الطفل تكون تغذية سليمة متوازنة للطفل يعني ونحتم في الطفل يعني فترة الصيام نحط بالنعلي على ساس أنه ما نتطور يعني فالشيء أنا عندي سؤال لأنه كثير بيجينا عندهم الإمساك خلال فترة رمضان دكتورة وإحنا طبعا أكيد منصح في الألياف من طريق الغذاء بس هل تنصح بالألياف للأطفال أنا بتكلم بالذات يعني سبع سنين لعشر سنين اللي هما تعفوا هدون مش من محبي الخضار كتير وبالغصب لياكلوا الخضار هل تنصح في إحنا عادة نقول لهم لما ما يكون في حل يروحوا للطبيب يصف لهم أو يعطيهم نوع من الأنواع الباودر فايبر لنا للأطفال هل دكتورة بتمر عليك لأنه برمضان عم بيجونا عيالة التغذية يشكوا من الإمساك أكثر شي عند الأطفال أتوقع أن الإمساك يستوي في رمضان بسبب قلة شرب الماء ولا الخضار ويتعدون شوي عن الفواكه والخضرات ويركزون أكثر على حلويات والمقليات الأكل المقلي ويزيد الإمساك نركز على شرب الماء أكثر على الخضروات ويزيد الأهل كلو والأطفال بطبيعتهم بياكلون صحيح صحيح نكون نحن نكون قدوة الأطفال نحن دكتورة قبل أن نطلع الفاصل نتوجه لك بالشكر على تواجدك معانا دكتورة مريم السادة خصائي أمراض الأطفال بمستشفى دبي وإن شاء الله يكونون الأطفال دائما بصحة وسعادة شكرا لك دكتورة على وقتك شكرا شكرا عموما نذكرهم بسؤال حلقة اليوم يقول سجل المريض السكر الفحص في تطبيق حياتية تم حفظه لمدة يوم لمدة أسبوع لمدة شهر كل ما سبق يمكنكم رسال الإجابة الصحيحة على الرقم 400 6 كنت بقول توهني كل الإجابات صحيحة ليه ما شفت إجابة كانت غلط عموما أثنين يفوزون معنا اليوم بجهازين لوحي 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 دكيين نزيل من إدارة تقنية المعلومات فعنا وقت لين 11 إلى 10 وعقوب نوقف استقبال المسيجات فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة وهذا الجزء من خصصة للتغذية في رمضان لكن قبل ذلك خلونا نذكركم بسؤال الحلقة سجل مريض السكر للفحص في تطبيق حياتي يتم حفظه لمدة يوم لمدة أسبوع لمدة شهر كل ما سبق يمكنكم رسالة الإجابة على الرقم 4006 مع الاسم الثلاثي ما حد يحط لي أربعة يا جماعة الخير ولا يحط لي الإجابة من غير اسمه على ساس سهلون علينا عملية الفرز واختيار الفائز عندنا مداخلة من من منو ألو أم محمد ولا أبو محمد أم محمد حياة شاء الله يا أم محمد تفضلي ألو سمح أخوي أنا ممكن أشارك أكيد أكيد ممكن تفضلي شو سؤالت لا بسم الله أخوي أمين أسأل الدكتورة أسأل بنتي يعني يوم تصوم يعني وقت بطنها عورها تحيث يعني نسبة تبزوع ما تزوع بس يعني يعني تحيث حموضة يعني لين قبل يعني حموضة قبل يعني طول يعني طول نهار يعني أخوي 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 واضح تبغين شي سؤال ثاني بعد عندك شمو محمد أو بس هذا السؤال وبعد عندي ولد يعني أي فترة يكون عند الرجل يعني وضع تبغين يعني يعني ولا يعني يقدر يعني يعني مثل كهرباء ما تستغل يعني يعني البارحة شاركنا بقصوص الدم التبرع بالدم ماذا ما شغالك اليوم التوال عن السكر فنتكلم شو عن السكر تفضلي، أنت دكتورة شيئا ولا؟ لا لا لا، مش دكتورة تفضلي عاية لا انا اتكلم كلام عام ويخصة لا ليش لا بالعكس نسمع نستفيد المرات تجارب حياتية فالناس في ذون من هذا نستفيد اكيد تفضلي عندي في الدوام ربيعتي فيها سكر لما راح اتفحص عشان تجديد الخدمة فاكتشفت بصدفة ان فيها سكر طبعا سكر ورا فيه فالمشكلة هي من النوع اللي ما يحافظ على نفسها يعني تاكل السكر وتشرب الكولة وتاكل الحلويات وتاكل الأشياء هالي هي قاعدة تزيل نسبة السكر عندها وهي رائع هذا لو ما فيها السكر يمفروض ما تاكل على الشيء ايوة حين مراتي تبحث بالدوام تحديد السكر يطلع عندها مرات 500 وشيء يعني انا قلبي يعورني عليها تقول لي عادي عادي قلت لي قلت لي قابلت الحلال مبذل عادي يعني انتي فجأة بعدين دكتور مان انهم السواء قلت لي ممكن تتغيبوبة فجأة صحة تتعبين الينا ما بشرت شوديت عيادات الحبي ايوة نظار بياها ياني في الدوام فاليوم في فترة كلمها تقول لي عادي تعبانا ويد من الصيام وهي مطرحة تصوم اعتقد انها مفروض على عاداتها الجميلة هذه احسن لها تصوم ايه الصوم يكون رحمة حقها بس مطربة انها لازم تاخذ الدواء من المشكلة لازم تاخذ الدواء لان لو ما اخذت تتو عندها غبوب فجأة فانصح ان الناس اللي فيهم سكر يحافظون على نفسهم لان السكر هذا مرض العصر وبعدين يسبب مشاكل ثانية للاجهزة اللي هي الحيوية في الجسم للقلب للكلة للكبد القلب يتعب للعيون طيب ليش انا اضرر نفسي واسوب نفسي في ذي وانا الدولة قاعدة توفر لي الادوية والنصاريح والارشادات والكل ينصحني وانا قاعدة ادمر نفسي حرام يعني ايش بصحة وسلام مع اني في نسكة بس اتعاية شوية بس بصحة وسلام مش بضرر يعني زيادة حق الجسم والله يعافي جميع ان شاء الله اللي فيه امين يا رب ويزاك الله خير يختشم مشكور على المداخلات الجميلة شكرا جزيلا في عندنا مداخلة بعد ولا ندا بو ندا بو ندا اختصر لي عشان بس نعطيكم فرصة اكبر لاستمتاع بالمعلومات الغذائية تفضل تفضل بو ندا صبحك الله بالخير من النور والسرور كله عانته بخير يا هلا فيك تفضل بو ندا اقولك طال عمرك حين في رمضان الوكولات تتغير طال عمرك عند الافطار يعني اكثر شي حلويات مثل عندك الفرني مثل القيمات مثل يعني تمور وهذا لاحظة بو ندا لاحظة شيء تعرفين الفرني نعم سأل الدكتور اذا تعرف الفرني تعرفين الفرني الفرني يعني كسر هذا طال عمرك لا مثل انا اقولها اذا تعرف ولا تفضل بو ندا تفضل ان الله سلمك هذا حلويات يعني شوية يأس على واحد في رمضان وانا عندي طال عمرك سكر مجن بعد زي الله يشافيك يعافيك يا رب ويعافي الجميع ان شاء الله بغينا نستسر عن الدور يعني هذه الحلويات يعني حيخصوها عند الافطار لازم ما يشتغنوا واحد عن التمر لازم يأكل فردتين أو ثلاث فردات نعم عرفت بوي وبغينا يعني نسأل الطبي يعني شو يعني استعمل عند الافطار يعني واضح حاضر حاضر يا ابو ندا شكرا لك على هذه المداخلة اعزاك الله خير شكرا يا سيدي شكرا ضيب دكتورة نرد على امم محمد تحدثت عن بنتها يوم تصوم تسكري ولا لا لا مش سكري امم محمد كانت تتكلم عنه نفقة البطن والعيبة نفقة البطن وحرقة بهالعمر اذا صغيرة زي ما هي بتتفضل لازم تتراجع طبيب دكتورة مريم لأسف تركتنا لانا عندها شغل لكن لازم تتراجع طبيب اطفال تشوف شو سبب النفقة والحرقة الموجودة لكن تغذويا انا بقولها اولا تبتنع عن اي شيء مقلي اي شيء في دهون اي شيء فيه بسبب غازات وتحاول تعطيها الروب دائما اول ما تبدأ الاكل وعلى السحور تتأكد انه فيه روب مع خيار روب مع فواكه حتى تخفف عليها هاي النفقة بعدي الله يخليك يا محمد عن اي شيء يسبب الغازات البازيلا النخي الفول الاشياء اللي تسبب طبعا الزهرة القرنبيت كل هالاطعمة تسبب غازات بعدي عنها لغاية ما تشوفي طبيب اطفال يشوف شو السبب النفقة الموجودة عن طفلتها والريفلاكس او الاسيديتي الحموضة اللي تطلع اتكلمت كمان عن الربو الدكتورة مريم اكدت انه الطبي الطفل الربو لما يعاني من مشكلة حسب ما تكلمت الدكتورة مريم انه يجب انه يفطر لانه ياخد ادويته لانه هذا فيه خطر على حياته جميل شما تحدثت عن صديقتها السكر ونحن نخص حلقة للسكر ان شاء الله بس نصيحة سريعة شما صديقتك كونها الان عم بتصوم فهذا جيد لتهذيب نمطية الغذاء واتباع النظام الفطور والسحور بيساعدها فيما بعد في ترتيب عملية الاكل عندها 500 هذا رقم احنا ما بنتقبله ولا بأي شكل كونها مش نوع الاول فسهل جدا مع الحبوب انها تضبد بعد ما تراجع طبيب السكر حتى يحدد لها النظام الدوائي واتراجع اخصائي تغذية ضروري حتى يحط لها النظام الغذائي لانه 500 حيأثر على الكلا على العيون على الجسم على كل الاجهزة الموجودة انصحها تراجع اخصائي غدد دكتور سكري واخصائي تغذية وعلى طاري سكري بوندا تحدث ايضا على نفس الموضوع وكان يتحدث ان نحن ما نقدر نستغني عن هذه الحلويات وكذا ياخذها الشخص ايضا حتى تصنع بشكل صحي نعم وسألوني ناس على كيف نعمل ام علي بطريقة صحية حتى انا حضرت لهم اذا قلت في وقت في يوم الايام بنعرض ام علي بطريقة قليلة الدسم احاول احكيها بخمس دقايق او اقل او اقل او اقل اتفضلي خليني بس اجاوبه على الرطب هو تسألني على التمر اذا يروم ياخذ التمر انا بقول له نعم انت بتقدر تاخد التمر يفضل انها تكون احادية لان الاحادي لا يخزن في الجسم الزوجي عملية الحرق ترفع السكر فيه واحدة او ثلاثة بحبة فاكهة عادية فيها ستين سعرة حرارية وخمسة عشر جرام كاربوهايدريت بالعكس ابدأ فطورك فيها بتساعد على انه تفعل عملية السكر هلا ام علي لحظة قبل ام علي دكتورة فيه سؤال يقول يمكن الاحتفاظ فيه مدى الحياة بس كثر ما يكون موجود مع الطفل يسهل على الدكتور معرفة الطفل بشكل اكثر ما فهمت احمد سعيد شو السؤال اه لحظة فيه ميسج قبل لا ما فهمت السؤال احمد سعيد تسامحني اذا يريت يريت بس تشرح لي اكثر تفضل يا دكتورة وخليني بعد انا انا سامحين انا 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 اسف بس السؤال للحلقة بقيت دقيقتين انزين وما نوقف استقبال الاجوبة عليه ان شاء الله حنتكلم على ام علي قليلة الدسم كانت بناء على طلب حد بعث لي ان انا اسألهم اياها السعرات الحرارية اللي تعطى في الطبق حوالي 275 سعر حرارية بروتين 7 جرامات الكاربوهايدريت 37 جرام والدهون 12 جرام المكونات 8 قطع او 600 جرام من الكرواسون يفضل انه ما يكون معمول بالبيت متوسط الحجم سادة ما فيها اي شيء منقطعها قطع صغيرة 3 ملاعق طعام من الزبيب 3 ملاعق طعام من لب جوز الهند المجفف 3 ملاعق من اللوز محمص ورقيق جدا ما يكون عليه اي نوع من السكريات او المملح 3 ملاعق طعام من الفستق الحلبي مكسر علبة من الحليب الخالي الدسم المكثف 4 كواب او لتر من المي كوب او 250 من الكريمة قليلة الدسم المغفوقة طريقة التحضير هاي الطريقة تكفي ل 15 شخص يعني اذا بتلاحظوا الكميات هاي احنا 3 ملاعق تكفي لي حوالي 15 شخص من نمزج الكرواصون مقطع مع زبيب والجوز الهند واللوز والفستق في وعاء عشان نحطها بالفرن للخبز منحطها بالفرن وبعدين منطلعها منوضع الحليب المكثف خالي الدسم مع الفانيلا والمي داخل جدر كبير ومنغليه شوي المكونات منرفعها على النار ومنحطها فوق الكرواصون بعد ما نطلعوا من الخبز من الفرن ومنوضعها جانبا لمدة خمس دقائق حتى تمتص كل الكرواصون وكل الكمية الممكنة من السائل الحليب ومنحط خفقنا الكريمة وحطناها في كيس لتزيين الحلويات ونعصرها فوق الطبق ومنوضعها بالفرن في درجة حرارة 200 درجة وبعدين منطلعها فقط لمدة خمس دقائق وتكون جاهزة أسرع طريقة لأم علي وصحية جدا والسعرات الحرارة فيها مثل ما قلت في الصحن ميتين وخمسة وسبعين سعر حرارية أما العادي فبتوصل لأربعمية وخمسين سعر حرارية إحنا تقريبا ما يعادل ميتين سعر حرارية نقصنا من أم علي صحتين وعافية صحتين وعافية وأيضا ما نوقف عن استقبال الإجابات على سؤال الحلقة اللي كان سجل مريض السكري للفحص في تطبيق حياتي يتم حفظه لمدة لمدة كم دكتورة؟ أسبوع يوم شهر كل ما سبق إذن أقولت شيء تدرين خلي كل اللي جاوبوا كل الإجابات صحيحة واختاروا منها خلوا الكمبيوتر يختار من بين الكل أهام كرم اليوم زيادة لأن اللي قال يوم بعد صح اللي قال أسبوع هو صح واللي قال شهر بعد صح واللي قال كل ما سبق صح بس يعني هاي الخدمة المتوفرة في تطبيق حياتي هتساعد الناس كتير إنها تشوف كيف السكر عندهم خلال الأيام اللي مضت ويحطوا نظام يرتبوا نظام حياتهم بحيث يشوفوا أمتى هبوط أمتى مرتفع أمتى منتظم وشوفوا شو عملوا صح ويزبطوا اللهم يا حيو يا قيوم اشفي مرضى المسلمين في كل مكان آمين يا رب تبغين تروحين؟ مم عندنا توقيع اتفاقية اليوم زي بعد شبت خبرينه شو الاتفاقية وتفاصيله إن شاء الله خاصت وكل أعلى شكرا لجدكتورة وفا عايش ونجهر إدارة التغذية السريرية أشواق أنت خليتش نزيل لا ما تحركتي حليلها نزيل ابنوا الفايز معانا حصة عبد الرحمن السويدي ألف مبروك وقلنا بعد ما ناخذ فايزة ثانية أو فايز ثاني الله خليكم وم تختاروا لي سيف حسن عري النعيمي طيب حصة عبد الرحمن السويدي هي الفايزة الأولى الفايزة الثاني عندنا سيف حسن عري النعيمي فازه معانا بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بلبي الله يسامحك الله يسامحك نقول سيف علي حسن ما بسيف حسن علي سيف علي حسن النعيمي أنا قلت لك تأكدي أدري مجحة تعطيني الاسم شي نصة صح نصة غلط مو أسألة فيها سيف علي حسن النعيمي ألف مبروك يا سيف علي حسن النعيمي وأيضا مبروك لحصة عبد الرحمن السويدي حصة صح اسمها؟ ممتاز بيتصلون فيكم إن شاء الله من الأخوان في التنسيق وبيرتبوكم كيفية استلام الجوائز عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم كانت الحلقة مخصصة لصيام الأطفال وتحدثنا حقيقة عن هذا الموضوع بإسهاب وقلنا أن المسأل أن الواحد يعني يشجع أطفاله ويرغبهم في هذه الفريضة اللي حقيقة يعني تساهم في الحفاظ على صحة الطفل أكثر مما هي تساهم في تدهور حالة الصحية لا الصيام لا فوايد صحية كثيرة فعلموا أولادكم لكن انتبهوا كذلك على موضوع صيامهم لأنه لازم يكونون تحت العين واحد يشوف ياله وينتبه حق صحتهم خاصة ذا كان الطفل يعاني من بعض الأمراض المزمنة هنا تصبح عملية المراقبة مضاعفة كل الشكر لكم وكل الشكر لكل المستمعين الذين تداخلوا معنا وأيضا أعتذر عن الرسائل اللي يمكن مرت عليه وما قريتها لكن أتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج كانت معنا المبدعة دائما ميثب النبيات وفي التنسيق الاستاذة شواق مسعد وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي